نهاردة في الأولمبياد ما تلعناش بحاجة يعني نهاردة ما فيش ميداليا النهاردة في الأولمبياد بس يعني ان شاء الله اللي جاي يبقى أحسن تعالى أقولك اللي حصل النهاردة في الأولمبياد بالنسبة لعبين المصريين أمر عصر يتأهل لدور الستاشر بمنافسات فردي رجال تنس الطاولة بعد الفوز على الإكوادوري ألبيرتو مينو بنتيجة أربعة لشي في دور الاثنين وتلاتين ومنتقى مصر الكرة اليد بيخسر أمام نظير والدنماركي بنتيجة تلاتين سبعة وعشرين احنا شوط الأول كان سيء جدا شوط تاني كنا جايدين جدا محمد علي في حراس المرمى عمل أداء رائع جدا جدا محمد حمزة بيودع منافسات سلاح الشيش من ربع النهاي بعد الخسارة من الإيطالي فليبو ماكي بنتيجة خمستاشر تسعة ونادى حافز تاني نادى حافز عشان يجيلها بعد شوية لعابة سلاح الصبر فردي لسيدات تودع المنافسات من دور الستاشر بعد الخسارة أمام جون هايونج لعابة كوريا الجنوبية بنتيجة خمستاشر سبعة افتكروا الاسم ده معاينة ده حافز عبد الرحمن طلبة يودع منافسات سلاح الشيش من دور الستاشر بعد الخسارة أمام الأمريكي ناكي تيكين بنتيجة خمستاشر تمانية ومروان الأماش بيودع منافسات سبعة تمنمية متر حرة بعدما احتل المركز السامن والأخير في التصفير الرابعة والمركز ستة وعشرين من أصل واحد وتلاتين سباح وسيخود سباقاً آخر وهو ألف وخمسمية متر حرة يوم تلاتة أغسطس المقبل أحمد خالد ومحمود داوتا يودعان تصفيرات الترضية للزوج في منافسات التجديف بأولمبياد باريس ترجمة نانسي قنقر